سباح الخير نهاركم سعيد أعزائي متابعي القناة نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله هذا الفيديو حبيت تكون دردشة معاكم يعني أنا حبيت نتقرب منكم أكتر وهو حين نحكيه على كيفية قضاء العطلة الصيفية كيفاش نستمتعوا بها وكذلك كيفية استغلال الوقت في أشياء مفيدة يعني الأشياء التي تفيدنا في حياتنا اليومية وكذلك التي تفيدنا في مشوارنا الدراسي والعمالي العطلة الصيفية هي يعني الجميع يستمتع فيها بفارغ الصبر حتى نرتاحه من تعب الصهر والمراجعة والاستيقاظ المبكر وكذلك الذهاب يوميا إلى المدرسة لكن هذا الشيء ما يعنيش أننا نضيع وقتنا في أشياء غير مفيدة وأشياء ما نستنفعوش منها في هذا الفيديو تتبعوا معايا حنقترح لكم أفكار يعني تقدروا تسميوها برنامج استغلال العطلة واللي أنا شخصيا راني نتبع فيه ونطبق فيه مع أولادي أول شيء اللي نبدو به ولازم علينا نركزوا عليه يعني أولا وقبل كل شيء الاهتمام بالجانب الديني عليكم يعني ما شاء الله عليكم تعرفوا تقرأوا ناس يعني واعيين وهذا الشيء يعني الاهتمام بالجانب الديني مش حاجة صعيبة وما تبديش مننا وقص بزاف يعني فقط لازم علينا نحافظوا على صلواتنا في أوقاتها كذلك نتمسكوا بتعاليم الدين في الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة يعني مع الأشخاص مع العائلة مع كل الناس يعني يعني هي حاجة سهلة بزاف لكن فائدة صحة كبيرة بزاف بزاف وهي أساس النجاح يعني الإنسان لما يتمسك بدينه وتمسك بأخلاقه رح ينجح في حياته يعني في كل الجوانب رح تبدأ أولا بالجانب الشخصي ثم تنتقل إلى جوانب أخرى حاجة أخرى يعني مهمة بزاف بزاف لازم علينا نهتموا بها في هاد العطلة يعني الصغر للوقت تعنا واللي هي يعني أنا نشوف فيها أنا شخصيا نشوف فيها راهي في خطر اللي هو الجانب الأسري عفوا العلاقة بين أفراد العائلة هاد الشيء رانا يعني تقريبا كامل رانا نعنيه منه آآ وهاد الظاهرة ضهرة الخاطرة سببها الإدمان على الهاتف ألعاب إلكترونية وكذلك مواقع التواصل الإجتماعي يعني هاد التكنولوجيا آآ في عود ما تكون حاجة مفيدة لنا راهي مع الوقت رح ترجع سلبيتها أكثر من إيجابيتها لذا احضروا وانتبهوا جيدا لهذا الأمر وكلامي هادا رانا نوجه فيه للتلاميذ وكذلك للأمهات حاولوا الاقتراب من بعض وقضى أكبر وقت مع أهلكم حتى ولو كان هذا في البيت فقط يعني رانا نشوفوا ذكاء للأسف فرد العائلة رح كامل مجموعين يعني في بيت واحد ولكن كل واحدة راهو في العالم بتاعه الخاص آآ لهذا يعني هاد النقطة لازم علينا نركز عليها بزاف باش نرجعوا للدفء العائلي وآآ يعني للقوة هذيك القوة ديك المحبة بين أفراد العائلة آآ من بين الأشياء البسيطة اللي يعني تخلي هذك الدفء العائلي والارتباط آآ يكون قوي آآ مثلا نشاركوا الأفكار والأراء فيما بيننا آآ كذلك يعني نحاولوا نساعدوا في الأعمال المنزلية بالنسبة يعني للأطفال أو للتلاميذ حاولوا تساعدوا أمهاتكم مثلا ترتيب الفراش الصباح آآ ترتيب الملابس آآ يعني مثلا بالنسبة للفتيات الغسل الأواني وتعلم أشياء بسيطة مع الأم تنظيف الحديقة يعني هذ اللمسات البسيطة مع الوقت تخلي علاقة أفراد العائلة قوية جدا بعد ما نهتموا بهذا الشي اللي تكرتوا يعني الجانب الديني والجانب الأسري والاجتماعي يعني رحين نستهلوا وقت لي نحن للترفيه وتخصيص وقت اللعب مع الأصدقاء آآ زيارة الأقارب كذلك ممارسة الهوايات وتعلم أشياء جديدة مثلا برامج الحاسوب يعني برامج الحاسوب المفيدة اللي تفيدنا في حياتنا الدراسية وحياتنا العملية آآ مثلا كذلك تعلم لغة جديدة ممارسة الرياضة آآ مثلا كذلك المطالعة وقراءة القصص هاد الشياء كاملها هي مفيدة في العطلة لازم نستغلوا الوقت تعنا باش كنكملوا العطلة تعنا آآ نكونوا درنا حوايج إيجابية والوقت تعنا مضعش في الفراغ آآ نتمنى تاخدوا هاد النصائح بعين الاعتبار تبقوها راح تفيدكم بزاف بزاف في حياتكم وتخليكم تكونوا متميزين ومتفوقين في كل المجالات هذا صراحة عن تجربة يعني راني نوصل لكم في خلاصة تجربتي الشخصية نتمنى تستفيدوا منها ننتقلوا الى جانب آخر يعني احبس نحكي لكم فيه لازم هاد الجانب لازم ندخلوه في البرنامج العطلة الصيفية اللي هو المراجعة يعني كي نقول لكم المراجعة ما تقولوا ليش يا أستاذة احنا تعبنا وحابين نريحوا على بالي العام ديراتي الصعيب ودلتوا مجهود لكن هاد المراجعة مش هتكون كل يوم مثلا يوم او يومين في الأسبوع هتكون كافية ولمدة نصف ساعة فقط وعلش لازم تكون هاد المراجعة لانه يا احبتي الانقطاع عن الدروس لمدة طويلة وكذلك انقطاع عن الروتين الدراسي هاد علميا يخلي المخ يتعود على الخمول الخمول يعني عدم النشاط والمعلومات اللي كانت عندكم بدلت العام الدراسي هتنساوها ومع الدخول المدرسي القادم هتلقوا صعوبة بزاف باش يعود المخ تاعكم يدخل في الروتين الدراسي يعني كي ما نقولولا ميزة جوغ تاع المخ تكون صهبة ومرهقة لكم لهذا رح نعطيكم طريقة سهلة جدا للمراجعة يعني ما تحسوش بها خلاص عندكم نص ساعة ولا ساعة في الأسبوع وراح تكون مفيدة لكم فعلا اول شي احين نحاولوا نبحثوا في برنامج السنة القادمة يعني مثلا انا عندي تلاميذ سنة اولى متوسط وتلاميذ سنة الثانية كل واحد فيكم يروح يشوف المستوى بتاع السنة المقبلة مثلا انا نحكي على تلاميذ سنة الثانية متوسط رح نشوفوا الدروس اللي قلناها في العام هذا ونشوفوا مع البرنامج سنة الثالثة متوسط نشوفوا الدروس اللي رح تتكرر و تتعاود مثلا في اللغة الفرنسية عندنا الدروس اللي حنزيدو نشوفها في سنة الثالثة متوسط يوجدونيه في العام المقبلة هاد الدروس هي تتعاود العام الجاي فقط بشكل موسع وانسوما لما تكونوا مراجعين دجا الدروس العاملية فات حيجيكم سهل يعني الاستاذ كي يضيفلكم معلومات دجا كي تكونوا فاهمين الدرس من قبل هديك المعلومات سا حيجيكم سهلة باش تسعبوها هادي اعطيسكم مثال فقط في اللغة الفرنسية يعني حاولو انكم تتبقوها مع جميع المواد خاصة المواد الاساسية لغة عربية ريابيات علم طبيعية فيزياء وكيميا ولغة فرنسية هادو المواد يعني مواد اساسية عندكم حاولو انكم يعني تديرو فغيما كي ما نقولون من قلسين لباز فيها كي تكون عندكم البون باز رحين تكملو يعني بشكل بشكل ممتاز وحيجيكم سهلة بإذن الله المهم احبتي صارنا لنهاية هاد الدردشة نتمنى تكون لسا متعتوا معايا واستمتعتوا بصوت العصافير راني في البالكون تاعي يعني راني الصباح يعني نشرف القهوة تاعي ونسمع صوت العصافير وحبيت نحكي معاكم وانتمنى منكم كذلك تاخدوا هاد النصائح بعين اعتبار حسفيتكم بزاف وعن تجربة يعني هاد تجربة في الشخصية صراحة وكذلك هاد العادات او هاد النصائح اذا طبقتوها رحين تكونوا اشخاص متميزين لانه هاد هي عادات الناس او الاشخاص الناجحين المتفوقين والمتميزين يعني اه وهذا لازم يكون شعارنا في الحياة التميز والتفوق انتظر اراءكم في التعليقات يعني حتى نستمتع معاكم اكثر يعني اللي عنده فكرة اللي عنده رأي يخليلي في التعليقات رحين تنقشوا معها دمتم في رعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم